بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء التاسع من الفصل الثالث لمكرر نظم التشغيل وفي الجزء ده يا جماعة هنبدأ نعطي أمثلة عن أكواد بتعمل System Calls منادلة للنظام وكمان بتتحكم في البروستز وبتحكم في العمليات على الأنظمة المختلفة اللي هي اليونيكس والويندوز طيب نشوف مع بعض نبتدي مع بعض ونشوف أول جزء اللي هو يونيكس سيستم كولز أو أمثلة لمنادات النظام فين في اليونيكس طيب نشوف مع بعض أول جملة عندي فورك فورك ده كود بيكتب إمتى لما يجي يحصل كريات لنيو بروسز لما بيجي نكون بروسز جديدة بس مش أي بروسز يا جماعة لأ بروسز يكون لها أب يعني تكون هيها تشايلد ويكون لها مين ها بيرانت أب معايا جميل وفي كلمة تانية بتكتب لما يجي عمل حاجة اسمها إكسيكيوت إكسيكيوت يعني إيه تنفيذ جميل إكسيكيوت ما بين قصين إيه إكسي إيه سي ما بين قصين وده في الحالة دي معناها إيه إن في بروسز قديمة هتسيب الميموري ويدخل بقى كانها بروسز جديدة مش كده آه يعني في بروسز جديدة هتتنفز يبقى بنقول إيه ميموري سبيس ويدعم يا نيو بروسز طيب واد كلمة أي جديدة هي جماعة واد كايل واد دية بردو كود بيتكتب ما بين قصين عشان أقول إن في بروسز معلقة شغلها معلقة شيء منتظره بروسز تانية طالما منتظر بروس الثانية يبقى انت توقع ان الساسبينز بتعلق مين البرانت البروسل صح يعني بتعلق البروسل الاب معي واذا شغل البروسل الاب يتم تعليقه حتى ينتهي الابن من التنفيذ وينتهي خلي بالكم يا جماعة دي امثلة فقط على اكواد بتكتب فين في نظام اليونيكس لو احنا شفنا سيديو كود او اشبه اكواد للكلام اللي قدامنا ده ده مثال بيديك شبه اكواد اللي بيحصل قدامنا طبعا الشبه الكود ده او سيديو كود ده بيستخدم كلمة فورك بيستخدم كلمة اكسيكيوت وممكن يستخدم كلمة ويت لكن ده مجرد مثال طيب نشوف مع بعض برضو بعض الاوامر اللي بتتحكم فين في سير البروسل في اليونيكس فيه ثلاث اوامر نشوفهم مع بعض فيه امر اسمه بي اس شارطة ايه ده بيعمل ايه بيقولك بي ايه بيعرض جميع البروسل النشطة على الماشين على الانة list all active process on the machine طيب ايه كمان يا جماعة وفيه امر اسمه command and بيعمل ايه ده بيقولك ايه بيعمل تنفيذ بيرن جميع الاوامر في ايه في ال background في الخلفية في background mode يعني في جزء خالفي كده ما حدش يشوفه طيب كل 9 bit معناها ايه terminate للبروسل برضو دي امثلة لبعض الاكواد اللي بتكتب وبعض الاوامر فين في نظام اليونيكس طيب ما تنساش ان الويندوز احنا كلنا عارفينه اللي هو ايه الويندوز نظام بيقول لك ايه يقول لك لو انت دوست على ctrl و alt و delete بيعمل ايه display all active process in a window يعرض لك جميع البروسل النشطة فين في النفذة اللي قدامك تمام وكمان تقدر تعرف مين البروسل اللي لها رد فاعل ولها دايما رد فاعل واستجابة معايا هي responses يعني ايه لها استجابة وكمان يقدر ايه يعرف ويحدد البروسل اللي ايه ويحصل لها كمان اللي هيحصل لها كمان ايه terminate انتهاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته